مفيش حد أثر كل واحد بزل المجهود اللي عليه وفقاً لظروف المباراة اللي الأهلي لما خسرها 2 صف ما ينفعش تحفل عليه مش الأهلي اللي يتحفل عليه وده مش كلامنا ده كلام لو الساز عمر أديب نشوفه حد النهاردة بيفكر يحفل على الأهلي مش حيعرف يعني ما عندكش أدوات تحفيل طبعاً هو المفروض ده ما يحصلش في أي حال من الأحوال لكن لا يستطيع أحد أن يحفل على الأهلي النهاردة اللي تقدر تعمله النهاردة أن أنت تقول أن الأهلي لعب مباراة جيدة جداً خاصةً في الشوت التاني روح عالية جداً هي دي روح الفانيلا الحامرة اللي احنا نعرفها مش الأهلي اللي يتحفل عليها باش مهندس اللي كان بيلاعب فريق بالمليارات والله لا الأهلي ولا غير الأهلي موضوع التحفيل ده تفاهة وأنا بشوف أن موضوع التحفيل ده يعني ملوش دعوة بالرياضة خالص دي ناس قاعدة عاجة دايق بعضها وخلاص لكن هو لما يتكلم على التحفيل لا أنا معاه لأن التحفيل يأتي من نقاط يأتي من مقدمين برامج يأتي من إعلام ده أنت تندهش من الناس اللي خلاص جرت بالتحفيل يعني مش معقولة أن كل يعني قمتك يعني منهم اللعيب الجميل الفاز ومنهم النقد المخاضرة وبعدين كل قمتك تنحسر في إيفية يعملوا ولا تحفيل علشان يسمع ويبقى ترند يعني احنا وصلين وصلنا للمدرسة الشعبانوية خلينا نقول أن دي المدرسة الشعبانوية النسبة لشعبان عبد الرحيل مهرجنات لشعبان عبد الرحيل هو أي كلام في التوهان يسمع والناس تنبسط منه يعني ده تحفيل مهرجنات زي أغاني المهرجنات بس يعني فأنا معاه مش الأهلي اللي ينفعش وخصوصا الأهلي يعني عازة صرخة كده يا جماعة منفعش نحفل على حد بدل غاية الجهد وبيؤدي وهو في مكانها لم نصل إليها فنحفل عليه لا هو ولا غير وقلت مكان الأهلي يكون في الموقف ده ما ينفعش يتحفل عليه مش الأهلي مش الأهلي طبعا